السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادية رجعنا لكم النهاردة ان شاء الله علشان نكمل شرح اه ونبدأ شرح الوحدة الخامسة اه في اللغة الانجليزية عشرين اتنين وعشرين بعنوان النهاردة ان شاء الله الدرس الاول والتاني وزي ما احنا متعودين بنبدأ بشرح القواعد وان شاء الله يكون فيه منها نسخة فيه سندوق الوصف اللي حاية بينزلها واللي محتاج كل الفيديو السابقة اللي هي فوق فيه قيمة التشغيل والنهاردة عندي في الدرس الاول والتاني بيفرق لي بين اللي هو طبعا الماضي البسيط والمضارع التام اللي هو الزمن اللي كان موجود في الواحدة الرابعة واللي موجود معنا برضو مكمل في الواحدة الخامسة الماضي البسيط اول فربي اللي حدث تم فيه وقت محدد في الماضي حدث تم فيه وقت محدد في الماضي يعني الوقت معروف شخص ما بروك كسر احنا عرفنا الشبكة تكسر امتى بالامس انما المضارع التام حدث تم فيه وقت غير معروف احنا مش عارفين امتى معرفناش كسر امتى مش عارفين الوقت انما الماضي البسيط الوقت معروف ده اول فرق الفرق التاني حدث تم فيه وقت انتهى يوم الاتنين اللي فات انا وصل لتلات اميلات خلاص يوم الاتنين ده وقت وراح خلاص انما المضارع التام حدث تم فيه وقت لم ينتهي بعد يعني الوقت ده شغال انا جالي تلات اميلات اليوم يعني اليوم اللي هو النهاردة لسه ما انتهيش انما هنا حدث تم فيه وقت ايه فيه وقت انتهى ده الفرق التاني تالت اختلاف معانا بيقول لي حدث بدأ وانتهى في الماضي بدأ وخلص خلاص انا تعلمت القيادة واللي علمني كان مستر علي انما المضارع التام حدث تم وله اثر الاثر موجود اثر تعليم القيادة علي دلوقتي انه بسوء او بققود السيارة بتاعت والدي اربعة حدث غير قابل للتقرار او التعديل يعني ايه عندنا مثلا نجيب محفوظ كتب روايات ناجحة ماضي بسيطة هو نجيب محفوظ عيش ولا توفى طبعا توفى يبقى حدث الكتاب بتاعته غير قابل للتعديل انما المضارع التام لقى الحدث قابل للتعديل زي النجم المصري صلاح جاب 100 هدف في بطولة الدوري المية هدف دي ممكن تزيد طبعا ممكن تزيد لان لسه صلاح عايش وموجود حدث قابل للتقرار والايه والتعديل اخر فرق بينهم فرق برضو واضح جدا حدث او حالة لم تعد موجودة أنا كنت عايش في أسوان امتى في 2002 معناها ان انا لم قعد اعيش هناك انا خلاص مش عايش هناك دلوقتي يعني انا ايه سبت أسوان من 2002 انما المضارع التام حدث او حالة زالت موجودة يعني انا عايش في أسوان من 2002 وما زالت عايش هناك طبعا الفرق كلها لو انت ركزتوا هتلاحظوا انها هي الماضي البسيط حدث بدأ وانتهى المضارع التام حدث بدأ وله اثر طبعا انا هحل ازاي على الفرق ده في الامتحان انا هحل بالكيوردز بالكلمات الدلة يعني ايه بالكلمات الدلة يعني انا لما لاقي مثلا في الجملة حاجات دلة على الماضي زي يستردي بالامس شرحناها يبلي كده او لاست او فترة زمنية زي ده جو او ان زائد سنة ماضية او اي تعبير يدل على الماضي زي وانا يواز لتل وانا يواز يونج كل ده يبقى ماضي بسيط اما المضارع التام طبعا زي ما احنا عارفين الكلمات اللي خدناها قبل كده خدنا كلمة وخدنا وخدنا وان شاء الله في الدرس التالت والرابع هناخد كلمة وهناخد اللي هي حقا او بالفعل كل الكلمات دي يبقى هاف وهاز والتصريف الثالث اما مجموعة الكلمات دي يبقى يبقى ماضي بسيط جزء بسيط جدا وما فيوش اي تفاصيل دلوقتي هنشوف مع بعض دروس القراءة والاستماع ودلوقتي هنشوف مع بعض اهم الكلمات ودروس القراءة والاستماع زي ما احنا متعودين من جميع الكتب هنبدأ بكتاب المعاصر بيكتو هندريد ففتي ودروس القراءة والمعاصر ودروس القراءة والمعاصر astronaut disabled people enter goals mathematician mathematician space scientist sports champion sports champion volunteer volunteer manager championship company space science university pass achievements space engineering Hyperloop the Middle East Kairi University the USA the USA university pass education equipment blind design achieve achieve يعني يحقق أو ينقص مجموعة الأفعال غير منتظمة get got pay paid built 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 choose chosen mean meant get a job give a speech finish school finish university have competition win an award win a competition start company start a job go to university and the two hundred seventy-four artist astronaut bridge business person campaigner championship company companies computer programmer design engineer engineer manager mathematician mathematician musician role model skill space engineer space scientist sports champion team volunteer volunteer award challenge competition crosswords education engineering student enter form go health emergency hyperloop join receive space engineering space technology speech succeed transport brazil business change china country countries different disabled environment lots of lot of Nigeria person recycle reduce reuse science project space space science sports study studied travel middle achievement africa article as blind care university cambridge university discussion india situation the middle east the only the usa until village finish school finish university get a job with get paid work get paid for work have a job have a meeting with have a visitor from leave a school leave university pass an exam take part 10 the 2021 world men's handball championship achieve a goal become blind climb a mountain give a speech to have education need help with receive or win start a company enter a competition travel above the ground work hard on a design work with a charity around the world at work in a job on a recent day try to work for work out work with believe in award for challenge for come from equipment for school for what kind of with top marks good at bad at good for bad for important unimportant trusting boring start finish young old all magic dandic tap it by bit 190 rule model championship equipment competition hyperloop blind tournament space engineering space technology campaigner the g silent campaigner volunteer achievement speech goal achieve challenge enter award business person sports champion astronaut mathematician mathematician musician 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 scientist artist space scientist space engineer computer programmer engineer manager manager men's championship meeting bridge company article Nigeria Brazil science project space science engineering student emergency crossword discussion plastic the Middle East the USA Cambridge university disabled people education receive design pass give a speech get a job get paid for do a job achieve a goal finish university take part take turns have a meeting pass an exam enter competition win a competition or an award join a team start company decide to all around the world come from bet for believe and travel above the ground rule role model medal champion hero speech speak mathematician sportsman hard hardly own award reward go went gone gave given get got paid 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 ودلوقتي هنشوف دروس القراءة عندنا اول درس معانا في الوحدة الخمسة درس قراءة موجود طبعا في كل الكتب اللي معاكو في كتاب المدرسة my cousin is a business person رجل اعمال when he finished university لما خلص الجامعة he got a job with a big company in كايرو حصل على وظيفة في شركة كبيرة جدا في القاهرة he has worked there for three years now بالدرواية تلات سنين شغل i think he has got a very important job وظيفة مهمة جدا he is the manager of a team of people هو المدير بتاع فريق من الناس and they have meetings everyday اجتماعات كلهم he works very hard بعمل بجد sometimes he has to meet people from companies in other countries احيانا بيقابل ناس من بلاد مختلفة he has traveled to lots of interesting places بروح اماكن مثيرة جدا شيقة جدا last year على سبيل المثال العام الماضي he went to Nigeria and Brazil راح نيجيريا دولة افريقية والبرازيل دولة في امريكا الجنوبية الدرس التاني عندنا في شخصية سامر عبد الفتاح has always been interested in space هي كانت دايما او طول حياتها مهتمية بعلم الفضاء as a young child وهي لسه طفلة she wanted to be an astronaut كانت عايزة تبقى رائدة فضاء after she finished school بعد ما خلصت المدرسة she went to Kyren first study space engineering راحت جامعة القاهرة تدرسها هندسة الفضاء why summer was at university اثناء وجودها في الجامعة a space technology company شركة فضاء تكنولوجية هذا competition عملت مسابقة students had to design a hyperloop كان المفروض ان الطلبة هيعملوا نظام الاتصال السريع اللي هو اسم نظام hyperloop a new تعريفه very fast form of transport وسيلة مواصلات وسيلة نخل سريع جدا that travels above the ground فوق الأرض summer decided to enter the competition قررت انها تدخل المنافسة and asked other engineering students وطلبت من المهندسين الاخرين from the university to join her team ينضم الفريعة teams of students from universe all around the world entered دخلت ناس من كل انحاء العالم but summer's team فريق summer was the only one كان الفريق الوحيد from africa or the middle east أو من الشرق الأوسط ككل ما حصل they worked hard on their design اشتغلوا بجدة على مشروعهم and they won the competition وفايزوا بالمنافسة summer traveled to the usa رحت امريكا to receive the award عشان تدخل الجايزة ثلاث سنوات summer started her own company فتحت شركتها الجديدة now she is a space engineer دلوقتي يا مهندسة فضاء and a business person وسيدة أعمال she also gave speeches بطلق خطب أو كلمات يعني to other young engineers على المهندسين الشباب علشان تساعدهم ان هما يحققوا their goals يحققوا أهدافهم بعد كده الدرس التاني في كتاب التدريبات عندي شخصية بنت اسمها Pinta who is from a village in India من الهند قرية في الهند was five years old when she became blind blind يعني اصيبت بالعامة وهي عندها خمس سنين this was a big challenge for her كان تحدي she went to school for blind children رحت مدرسة للطلاب blind until she was 11 لحد 11 سنة when she joined a different school with the children who weren't blind لما رحت مدرسة فيها طلب ومش blind at school في المدرسة Pinta found that the children quickly learned about her problems عارفوا مشكلتها they now no الآن يعرفون that just because she is blind doesn't mean مش معنى ان هي لا ترى ان هي she can't do 99% of things that they can do انها تقدر تعمل 99% من الحاجات اللي بيعملوها يعني تقدر تشتغل زيهم بالظبط now she is a campaigner دلوقتي هي بتناضل وبتكافح for other people من اجل الاخرين who are disabled وبتطلب بحققهم here next challenge is to help everyone التحدي بالنسبة لها انها تساعد كل الناس understand that being disabled مش معنى ان احنا disabled doesn't mean you can't achieve your goals لا يعني ان احنا مش هنقدر نحقق اهدفنا بعد كده عندي الدرس التاني درس استماع بين سليم ومازن hi mazin what are you reading انت بتقرأ ايه it's an article يعني مقالة about macdi عبدالسيد he is a campaigner for people who are disabled هو مناضل علشان يجيب حقوق الناس disabled لهم المعقين so is he disabled طب هو disabled زيهم yes he has been disabled all his life طول حياته he has done lots of amazing things عمل حاجات رائعة but he has had lots of challenges لكن مر بتحديات وصعوبات كتيرة what was his life like as a child اوصف لنا طيب حياته هو طفل well he couldn't move without help ما كانش بيقدر يتحرك من غير مساعدة until he was five years old لحد سن خمس سنين السؤال اللي بعددي he go to school طب راح مدرسة yes but it wasn't easy ما كانتش سهلة some school couldn't have macdi as a student في مدرس ما يبلي توش because they didn't have لأنهم عندهم لأنهم عندهم شو رائد اكوب منت المعداد اللازمة for disabled people للطلب المعقين so what happened عملي مكدي مكدي really wanted to go to school كان عايز روح المدرسة and his parents wanted him to have a good education والوالدين كان عايزين يعلموه they found a school for him لأولو مدرسة and he was an excellent student كان طالب رائع were there a lot of challenges for مكدي at school هل كان في تحديات yes there were but he never stopped trying when things were difficult لم يتوقف عن المحاولة before he left school قبل ما يسيب المدرسة he won an award from cambridge university for his achievement فالجائزة كبيرة جدا من جامعة cambridge that's amazing what did he do when he finished school طب لما خلص دراسة did he get a job or go to university هل حصل الوظيفة ولا راح الجامعة well after مكدي وانا نوع the word بعد ما خد الجائزة a lot of companies wanted to give him a job كان عايزين يددو الوظيفة but he decided to go to university أصر ان يروح الجامعة of course because education was very important to him هو اكيد راح لان التعليم بالنسبة له شيء مهم yes but it wasn't the only important thing لكن مش ده الشيء الرئيسي يعني هو ما راحش نتعليمه بس مكدي has always believed in helping other people كان عنده ايمان انه هو ربنا خلان عشان نساعد الاخرين at university he worked as a volunteer for different charities كان شغال متطوع لجمعيات خيرية مختلفة and does he still help people now وهل هو لسه بيساعد الناس لحد الوقت yes he does he works with a charity شغال في مؤسسة that helps disabled people بتساعد الناس to find jobs he also gives speeches بيلقي خطب about how everyone can achieve their goals وبيلقي خطب ومحاضرات لكيفية تحقيق الاهداف ده بالنسبة للمناضل بتاعنا مكدي عبدالسيد بعد كده عندي video script have you ever looked at the sky at night هل نظرت الى السماء ليلا you have probably seen the moon ممكن تكون شفت الامر بلانت الكواكب and stars in space ونجوم في الفضاء people have already visited space many times الناس راحت الفضاء مرات عديدة a Russian astronaut رائد فضاء روسى يوري ججرين went in 1961 and in 1969 an American astronaut called Nile Armstrong was the first man on the moon اول شخص ينزل على الفضاء today there are astronauts on a satellite called the international space station في دلوقتي في الفضاء محطة فضاء دولية these flies هزير رحلات around our planet تحوالين كوكبنا every 9 minutes كل 90 دقيقة the astronauts رواد الفضاء on the space station do scientific experiments to study space بيعملوا تجارب علمية علشان يدرسوا الفضاء they usually stay on the space station بيمكسوا في هذه السفينة for about 6 months بيعود 6 شهور and they even do exercise for 2 hours وبيعملوا تدريبات لمدة ساعتين everyday to keep fit علشان يحافظوا على ليقتهم البدني space has interested Egyptians for thousands of years الفضاء كان بيكذب اهتمام المصريين منذ ألاف السنين the ancient Egyptians نجيبها المصريين القدماء were the first civilization أول حضارة to study the stars تدريس النجوم and the planets and the planets and they made some important discoveries عملوا عملوا بعض the important discoveries اللي هي الاكتشافات الرائعة طيب كانت هي اكتشافاتهم زي فريد discover the acunex اللي هو الاعتدال الشمسي this happens in March and September بيحصل في مارس وسبتمبر في شهر 3 وشهر 9 every year كل سنة and it's when the position of the sun لما بيكون موقع الشمس in the sky means that the day and the night are the same lens معناه ان الليل والنهار نفس الطول we are still making important discoveries today ولسه الحد النهار ده في اكتشافات at the Egyptian Space Agency agency وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء المصرية in Cairo engineers from the agency المهندسين الشغالين في الوكالة and students والطلاب from Cairo University من جامعة القاهرة have already built satellites بنوا اقمار صناعية they now want to send an Egyptian astronaut to explore space شغالين دلوقت على انهم عايزين يبعاثوا وراءة فضاء مصري ليكتشف الفضاء nobody from Egypt has visited space yet ما فيش حد من مصر ابدا حتى الان راح الفضاء but they will in the future ان شاء الله في المستعبل هنقدر نوصل للفضاء واستكشاف ما به من اسرار وبكده نكون وصلنا لنهاية listen one and two انتظرونا ان شاء الله غدا الدرس التالت والرابع خلال الاسبوع ده هنكون منتهيين من unit five وحلول جميع الكتب الخارجية وكتاب المدرسة اي حد عنده مشكلة كلمني في مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا